شرت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهم بالآيات أسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من الألباب كل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقاتي بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضاتي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعينا إلى يوم الدين إحدى القضايا المهمة جدا على صعيد النظرية كما هي مهمة جدا على صعيد التطبيق هي قضية الإمامة الإمامة لها شعبتان الشعبة الأولى الإمامة الاعتقادية وهذه القضية بحثها موكول إلى علم العقائد أما الشعبة الثانية التي نريد بإذن الله تعالى أن نتحدث حولها في هذه الليلة فهي الإمامة العملية في الإمامة العملية توجد هناك عدة بحوث البحث الأول ما هو معنى الإمامة العملية؟ البحث الثاني ما هي ضرورة الإمامة العملية؟ البحث الثالث كيف تتحقق الإمامة العملية؟ البحث الرابع أئمة أهل البيت صلوات الله الله عليهم أجمعين؟ هل يقعون في دائرة الإمامة العملية؟ أو لا؟ البحث الأخير ما هي وظيفتنا في هذا المجال؟ أما حول البحث الأول ما هو معنى الإمامة العملية؟ العملية؟ الجواب على نحو الإجمال معنى الإمامة العملية أن يكون الإمام في موقع الاقتداء وأن يعتبر نموذجاً يحتذا به لعلكم رأيتم في بعض الأحيان يأتون بنموذج نموذج لبيت أو خارطة صور عليها نموذج لبيت تأتون بهذه الصورة وتقولون إني أريد أن أبني بيتاً مثل هذا البيت هذا معناه أن هذا البيت القائم هو نموذج للبيت المتوقع فمعنى الإمامة العملية أن الشخص يعتبر نموذجاً وأنا أحاول أن أكون مثل هذا النموذج أو إذا لم يمكن أن أكون مثل ذلك النموذج أحاول أن أكون صورةً ولو مصغرةً عنه البحث الثاني ما هي ضرورة الإمامة العملية؟ هذا البحث يرتبط بموضوع طويل وإجمال ذلك البحث أن الصورة التي تكون في ذهنكم كنموذج كنموذج هذه الصورة تكون محركة لكم وباعثة لكم بل يمكن وهذا هو الأعجب أن تشكل تلك الصورة الذهنية تشكل نفسيتكم تؤثر على روحكم وتؤثر على نفسكم وتؤثر حتى على بدنكم يعني البدن الروح النفس ما إلها حالة مطلقة وإنما تتشكل وفق هذه الصور الذهنية التي خلقتموها لأنفسكم أو جعلتموها لأنفسكم هناك علم الآن موجود في العالم علم جديد التكوين وكتبت كتب في هذا العلم أنه كيف تؤثر الصور الزهنية في حركتكم الخارجية وهذا له قواعد علمية مذكورة في هذا العلم قضية نقلت مضمون هذه القضية ولعله المضمون التقريبي أنه كان هناك رجل عادي لعله كان خادم في مكان خادم عند الطبيب يخدم هذا في يوم الأيام جاء في ذهنه ما الذي يفرقني عن هذا الطبيب ليش أنا خادم الطبيب ليش لا أكون طبيبا وهل هذا الطبيب يمتلك قدرات خارقة للعادة إحنا نظن أن العظماء العظماء العاديين يمتلكون قدرات خارقة للعادة لعلنا نشير في آخر المبحث أن عظماء التاريخ العظماء العاديين مو كلامي الآن في الأنبياء والأئمة صلوات الله عليهم أجمعين هؤلاء كانوا بشرا مثلنا ولعلهم كانوا في مستوى أدنى من مستوانا فليش أنا أكون خادم الطبيب ليش أنا ما أكون طبيبا جاء إلى البيت ووضع صورته وكتب تحت صورته الطبيب أو الدكتور فلان كل يوم كان يجي إلى البيت يفتح الباب وإذا به تواجهه هذه الصورة أنا في يومي الأيام يجب أن أكون هذا وفعلا جد وجد وتحول إلى طبيب بعض الأفراد يبقون خادم الطبيب إلى نهاية حياتهم ليش لأن هذه الصورة الذهنية ما كانت عنده وبعض الأفراد الذين وجدت عندهم هذه الصورة الذهنية أعطتهم الحيوية والفاعلية والقوة القوة الروحية والقوة البدنية حتى وهذا عجيب أن هذه الصورة الذهنية تعطي قوة بدنية تعطي الطاقة للبدن وإذا به يتحول تلك الصورة الذهنية تتحول إلى واقع عيني خارجي هذا هو البحث الثاني ما هي ضرورة الإمامة العملية البحث الثالث كيف تتحقق الإمامة العملية الجواب على ذلك الإمامة العملية تتحقق عندما ذلك النموذج أو ذلك الإمام الذي يفترض أن تتخذه إماما تخرجه عن حدين الحد الأول أن تعتبره فوق مستوى الاقتدار الحد الثاني أن تعتبره دون مستوى الاقتدار إذا اعتبرت الطرف فوق حد الاقتدار لا يمكن أن تقتدي به إذا كان طبيعة ثانية غير طبيعتك لا يمكن أن تقتدي به النجوم في ألقها لا تكون قدوة لك ليش لأنها فوق حد الاقتدار الشمس في إشراقها لا تكون في موقع الاقتدار الملائكة في عبادتها الملائكة لعله يعبدون الله سبحانه وتعالى آلاف الأعوام هؤلاء لا يكون قدوة لنا لأنهم فوق حد الاقتدار إذن الحد الأول أن تعتبر طبعا هذا الكلمة لا تعني أنه مثلك لا يحدث هناك خلط بين المفهومين ربما لا يكون مثلي ربما يكون متفوق عليه ربما لا أتمكن من اللحاق به ولكن قدوة فنحن عندما نقول أنه ليس فوق مستوى الاقتداء مو معنات أنه مثلي وأنني أتمكن أن أكون هو لا ولكن أن أعتبر أنني يمكن أن أضع أقدامي في مواقع أقدامي أن أمشي خلفه وإن لم أتمكن من اللحاق به الحد الأول أن لا تعتبره فوق مستوى الاقتداء الحد الثاني أن لا تعتبره دون مستوى الاقتداء هناك قاعدة يذكرونها ما علي أنها صحيحة كليا أو مو صحيحة أن العالي من حيث هو عالي لا ينظر إلى الداني من حيث هو الداني الآن هذه القاعدة إلها كلية أو ما إلها كلية أنتو إذا شفتوا أن هذا الطرف دون مستوى الاقتداء لا يمكن أن يشكل نموذجا لكم وصورة ذهنية تحاولون تحقيقها هذا هو المبحث الثالث المبحث الرابع في الإمامة العملية هل النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وأئمة أهل البيت صلوات الله عليه لهم الإمامة العملية لنا وهل هم في موقع الاقتداء مما لا شك فيه أننا لا يمكن أن نكون مثله هذا مفروغ ولكن هل هم خارجون عن موقع الاقتداء هذا المفهوم الموجود عند الكثيرين عندما تذكر لهم قضية عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله أو أهل البيت صلوات الله عليه مي يعتبرون أن هؤلاء النماذج يقتدى بها الروايات الروايات الشريفة تؤكد على هذه القضية قضية الاقتداء أن الله تعالى جعل هذه الصفوة المختارة للاقتداء أنا أذكر لكم بعض الروايات الواردة في هذا المجال من جملة هذه الروايات الرواية المروية عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وهذه الرواية مذكورة في نهج البلاغة الإمام صلوات الله عليه في هذه الرواية يقول فتأسى بنبيك إذا فوق مستوى القدوة فلا معنى لهذا الأمر ولا معنى لهذا الطلب فتأسى بنبيك الأطهر الأطيب فإن فيه أسوة لمن تأسى وأحب العباد إلى الله تعالى المتأسى بنبيه والمقتص لأثره ثم الإمام صلوات الله عليه يبين جوانب من حياة النبي صلى الله عليه وآله أقرأ مقاطع منها يقول عرضت عليه الدنيا فأبى أن يقبلها يعني إحنا أيضا إذا عرضت علينا الدنيا يجب علينا أن نرفضها ولقد كان صلى الله عليه وآله يأكل على الأرض لا كما يفعله الملوك والأشراف يقعدون على العروش ويأكلون لا على القاح ويجلس جلسة العبد ويخصف بيده نعله ويرقع بيده ثوبه إذا يوم من الأيام جواريبكم انشق انتو خيطوا جواريبكم لا تلقونها بعيدا لا تلقوها بعيدا ولا تكلفوا زوجتكم أن تفعل ذلك لا شنو المال كما كان النبي صلى الله عليه وآله يفعل نحن أيضا نفعل ويركب الحمار العاري الظاهر يعني اللي ما عليه سرج مثل الآن واحد يركب سيارة جدا متواضعة نحن نأنف من ذلك لكن النبي صلى الله عليه وآله ما كان يأنف من ذلك ويردف خلفه الأشراف ما يفعلون هذا العمل ويكون ويكون الستر على باب بيته فتكون فيه التصاوير فيقول يا فلانه إحدى زوجاته غيبيه عني فإني فإن إذا نظرت إليه ذكرت الدنيا وزخارفها يعني أنتوا أيضا حاولوا بقدر الإمكان ألا يكون في بيتكم تجملات وتشريفات حتى بهذا المقدار النبي صلى الله عليه وآله كان هناك ستر فيه تصاوير النبي لم يكن يريد أن يقع نظره على الدنيا وما يرتبط بالدنيا حتى بهذا المقدار فأعرض عن الدنيا بقلبه وأمات ذكرها من نفسه وأحب أن تغيب زينتها عن عينه فأخرجها من النفس يعني الدنيا وأشخصها عن القلب يعني أبعدها وغيبها عن البصر يعني أنتوا أيضا افعلوا كذلك فتأس متأس بنبيه الجملة خبرية ولكنها تفيد الإنشاء كما يقول علماء البلاغه وَاقْتَصَ أَثَرَحْ وَوَلَجَ مَوْلَجَحْ وَإِلَّا فَلَا يَأْمَنِ الْحَلَكَحْ هذا شنو معنات معنات أن النبي صلى الله عليه وآله قدوة إحنا من يتمكن أن نعمل كما يعمل النبي صلى الله عليه وآله قطعا ولكن يمكن أن نكون سورة مصغرة مليون مرة عن النبي صلى الله عليه وآله أو مليار مرة خرج من الدنيا خميصا يعني جائعا وورد الآخرة سليما يعني من الذنوب لم يضع حجرا على حجار حتى مضى لسبيله وأجاب داعي ربه فما أعظم منة الله عندنا حين أنعم علينا به سلفا نتبعه وقائدا نطع عقبه يعني النبي صلى الله عليه وآله في أخلاقه في أعماله هذا جعل للاقتدار وإلا الله تعالى كان يمكن أن يبعث لنا ملك إذا الله كان يبعث لنا ملك الملك ما لا علاقة بالدنيا لأن الملك ما عند شهوة الدنيا الملك يعبد الله من الليل إلى الصباح لأنه لا يتعب مثلا أو لعله لا يتعب ما يتعب هذا ما يكون قدوة ولكن النبي يتعب ولكن النبي يمرض النبي صلى الله عليه وآله كان ممراضا كما في التواريخ أو الروايات كان كثيرا المرض يعني النبي صلى الله عليه وآله ما كان بدنه من حديث قل إنما أنا بشر مثلكم كان يتعب كان يتعذى كان يتعلم كما نتعلم في زيارة عاشورا التي وردت فيها روايات عجيبة في أهمية زيارة عاشورا ومن جملة هذه الروايات أن من قرأ هذه الزيارة كتب له أو رفع له أو رفع له مئة ألف ألف درجة يعني مئة مليون درجة الله تعالى يعطي على زيارة عاشورا في هذه الزيارة مقاطع من جملة هذه المقاطع اللهم اجعل محياء محياء محمد وآل محمد وممات ممات محمد وآل محمد هذا معنات أن حياتهم قدوة لحيات ومماتهم قدوة لممات في قنوة صلاة العيد نقرأ عيد الفطر عيد الأضحى اللهم أدخلني في كل خير أدخلت فيه محمدا وآل محمد وأخرجني من كل سوء أخرجت منه محمدا وآل محمد وقبل كل ذلك القرآن الكريم القرآن الكريم يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا هذا هو المبحث الرابع المبحث الأخير ما هي وظيفتنا في هذا المجال الجواب على ذلك هناك وظيفتان الوظيفة الأولى قراءة تاريخ النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وأهل بيته الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين احنا عموما لاحظوا هذه النقطة الإيحاءات التي نتلقاها نتلقاها من واقع قائم هل هذا الواقع القائم يطابق الواقع المطلوب منا أو يجب أن يكون هناك محك لماذا نتلقى طريقتنا في الحياة من الواقع القائم لماذا نتلقاها من الآب والأم والمجتمع والحاكم والمعلم هذا المنبع موجود النبي الأعظم صلى الله عليه وآله والأئمة الطاهرون كيف كانوا يعيشون النبي في علاقته بربه كيف كانت النبي الآن كمثال كيف كان يتوضى إحنا كيف تلقينا وضوءنا من واقع قائم من قال لكم أن هذا الواقع القائم يمثل الدين هذا الوضوء الذي يفعله بعض المقدسين هل يمثل الدين ليش أنت تتلقي وضوءك من هذا الرجل راجعوا كتاب الوسائل في وضوء النبي صلى الله عليه وآله حقيقة واحد يذهل من كيفية وضوء النبي صلى الله عليه وآله من يتطابق مع هذا الواقع القائم عند كثير النبي صلى الله عليه وآله بعيدا عن هذه الرواية التي يقال لها ولأمثالها الروايات البيانية النبي صلى الله عليه وآله يقول الوضوء بمد هل نتوضأ بمد يعني حوالي ثلاثة أرباع الكيلو هالشكل وضوء نحن الغسل بصاع يعني حوالي ثلاث كيلو شايفين واحد يختسل بثلاث كيلو في هذه الرواية أو في رواية أخرى حول الوضوء أو حول الوضوء والغسل معا النبي صلى الله عليه وآله يقول وسيأتي أقوام من بعد يستقلون ذلك قليل هذا واحد عندما يريد يغتسل فأربعة أكرار يجب أن يصرف حتى يطمئن أنه طهرة طهارة واقعية النبي هكذا كان يتوضأ كالدهن كالدهن موجود في الروايات في حياته العائلية النبي كيف كان يعيش نحن ليش نتلقى حياتنا العائلية من آبائنا وأمهاتنا ونجعل كيفية تعاملهم هو المقياس النبي كيف كان يعيش صلى الله عليه وآله التاريخ موجود الروايات موجودة هذا من مظلومية النبي وأهل بيته صلوات الله عليهم أجمعين أن التاريخهم لا يقرأ ولا يقال العالم الذي يقرأ التاريخ والعالم الذي لا يقرأ التاريخ بين فكرهما ومشيهما بون بعيد هذا هو يخلق لنفس تصورات معينة أو يتلقى من واقع قائن وله طريقة معينة هاي كانت طريقة النبي صلى الله عليه وآله بعدين بغض النظر عن هذا نتورط وإلا فلا يأمن الهلك كما في حديثه أمير للمؤمنين صلى الله عليه لعل المراد ليس فقط الهلكة الأخروية حتى الهلكة الدنيوية النبي كيف كان يتعامل في بيته كيف كان يتعامل مع عائلته الآن أغلب عوائلنا ما فيها مشكلات عائلية أغلب المتدينين ما يعانون من مشكلات عائلية ولولا خوف المجتمع لطلقوا زوجاته مو هالشكلة النبي كيف كان يتعامل النبي كيف كان يتعامل مع عائشة عائشة امرأة تحمل روحية قائد جيش متمرد على إمام زمانه من وقاد هذا التمرد؟ عائشة يعني الوجه كانت زوجة النبي خير روحية من ناحية المظهر خلافا لما يروج له أبناء العام مظهرهم كان مظهر عادي البخاري كاتب على ما أتذكر إنها كانت أدماء أدماء يعني سوداء ابن حجر في لسان الميزان كاتب إنها كانت سوداء وابن حجر كاتب في كتابة أيضا لسان الميزان أنها كان بها آثار الجدري على وجهها هذه عائشة وكان فيها حمرأة سودة وفيها حمرأة هذه هي روحية النبي شلون كان يتعامل ويا هذه الإمام المشتبى كان يعيش مع إمرأة تحمل روحية قاتل هذا هو عجيب تعيشون أنتو إذا واحد يجي هنا يحمل روحية قاتل نخاف منه وقاتلت منه قاتلت زوجها شلون كان يعيش وياه الإمام الجواز صلوات الله عليه كان يعيش مع إمرأة تحمل روحية قاتل شلون كان يعيش وياه النبي شلون كان يعيش مع المجتمع الإمام كيف كان يعيش مع الأمة إحنا شوية إذا معلوماتنا كثرت نأخذ نفسنا نظراتنا تختلف حركتنا تختلف هذا كان منهج النبي صلى الله عليه وآله ذاك عدي يمكن ابن حاتم أو أخته عندما رأت النبي أو رأى النبي صلى الله عليه وآله قالت هذا مو سلوك ملوك إمرأة توقفه في عرض الطريق إحنا الآن إذا واحد يجي عنده حاجة نمشي وياه لو إمرأة تيجي نمشي وياها عندنا شو النبي كان يوقف إله قالت هذا مو عمل ملك هذا عمل نبي كيف كان يقعد كيف كان يتكلى أمير المؤمنين صلى الله عليه الآن هذا في المستوى الفردي والمستوى الاجتماعي تعالوا على مستوى الدولة إحنا في يوم من الأيام يمكن فد واحد يكون قائد في دولة بأي نوع من أنواع القيادة كيف كان يتعامل مع المعارضة كان يصف المعارضة يبطش بها وإذا بطشتم بطشتم جباري النبي شلون كان يتعامل أمير المؤمنين كيف كان يتعامل مع الذي يشتمه مع الذي يعارضه مع الذي يقف ضده مع الذي يخرج المظاهرات ضده إحنا نشوف الواقع الدولي القائم إذا نشوف الواقع الدولي القائم هذا الواقع لا يمثل نموذج النقطة الأولى قراءة تاريخ النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وأهل البيت صلوات الله عليه وآله أجمعي النقطة الثانية عرض تاريخ أهل البيت طرح تاريخ أهل البيت في البيت في المجتمع في العالم أطفالنا منه نماذجهم شوفوا حركاتهم بالبيت هي الأفلام اللي يشوفوها تؤثر في وعيهم ولا وعيهم وحركتهم يقلد ذلك الذي رأىه لأن ذاك الطرف له حضور في حياته أما أهل البيت ما لهم حضور الصديق الكبرى فاطمة صلوات الله عليه وآله ما لها حضور في حياة عوائلنا يعني لم تطرح كنموذج ما أغضبتها وما أغضبتني لم يطرح كنموذج أنه أيها المرأة هذا هو النموذج ما أغضبتها وما أغضبتني لا تسألي زوجك شيئا مو مطرح كنموذج كلمة النبي صلى الله عليه وآله للصديق الكبرى مو مطرح كنموذج مو مطرح كنموذج إمرأة في عاصمة عاصمة إسلامية وأحدثت هذه القضية في ذلك الوقت ضج قيل لها من هو مثلك الأعلى في الحياة قالت فلان إمرأة ياباني تعمل في معمى مثلا طبيعيا كثيرا لأن هذه هي التي عرضت وهذه هي التي طرحت كنموذج للمرأة العاملة المجدة كما نقل فقيل لها وفاطمة الزهراء صلوات الله عليها فقالت لا الآن ربما تكون هذه المرأة مغرضة ولكن عموما هناك حالة الجهل أحد العلماء كان يقول أنا عندما كنت طفلا يجب في بالي هذا السؤال أنه لماذا سميته بهذا الاسم ليش طفل صغير فيقول رحت إلى أبويا أو أمي أو واحد من العائلة قلت أنتو ليش سميتوني بهذا الاسم قالوا لأن هذا هو اسم الإمام الفلاني أحد أئمة أهل البيت صلوات الله عليه يقول أنا فكرت مادام اسمي أنا أحمل اسم ذلك الإمام فيجب أن أطالع حياته هذا الإمام قدت أعرف هذا الإمام شنو كانت حياته يقول وفعلا بحثت في ذاك الوقت قضية قديمة بحثت لم أجد إلا كتابا واحدا حول ذلك الإمام وأخذت أطالع ذلك الكتاب حتى أقتدي به حتى يكون مثلي القضية الأولى قضية القراءة والقضية الثانية قضية العرض والطرح ننتقل إلى موضوع آخر له نوع من العلاقة بهذا المبحث ونجمله إجمال وهو أنه أهل البيت يجب أن تكون لهم الإمامة العملية في حياتنا ولكن هناك تلاميذ أهل البيت تلاميذ أهل البيت يعني أصحاب أهل البيت صلوات الله عليه علماء أهل البيت الذين مشوا على خط أهل البيت أيضا ينبغي علينا أن نحاول أن نقرأ حياته هذا التتلمذ غير مباشر على أهل البيت تتلمذ على تلاميذ أهل البيت إذا إحنا من نتمكن نقتدي بأهل البيت في قضية سورة الدهر ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا ولكن أبو ذر موجود أبو ذر تلميذ من تلاميذ أهل البيت مطالعة أحوال أبي ذر اللي غالبا لا تقرأ وغالبا لا تقال فوق المنابر كلش قليل هذا مؤثر في صناعة روحيتنا إذا إيثار أهل البيت من نتمكن أن نقتدي به لكن إيثار أبو ذر نتمكن نقتدي به أكو قضية لطيفة مذكورة في البحار في إيثار أبي ذر حينما لم يشرب الماء إلى أن جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله اللي في هذه القضية النبي صلى الله عليه وآله قال يا أبا ذر تعيش وحدك وتموت وحدك وتبعث وحدك وتدخل الجنة وحدك أحد المطلعين كان يقول أنه كثير من الشيعة في لبنان عندهم حالة شجاعة شجعان أبطال كان يقول هو كان يقول العامل في ذلك هذا إذا ما يكون العامل الوحيد فهو من العوامل أنه يعتبرون أبا ذر نموذج لهم والكلمة التي يقولونها نحن الشيعة أبي ذر إحنا شيعة ذاك البطال فيجب أن نكون مثله إذا من نتمكن أن نقتدي بأمير المؤمنين صلوات الله عليه في عبادته اللي كان يصلي في اليوم والليلة ألف ركعة لكن نتمكن أن نقتدي بصفوان صفوان ابن يحيا واحد من أصحاب الإجماع من الطبق الثالث في سفينة البحار أنه كان يصلي في كل يوم مئة وخمسين ركعة صفوى ابن يحيا تاريخ العلماء جدا مهم واحد يطالع تاريخ العلماء الذين مشوا على خط أهل البحار وساروا في هذا المنح واحد يأخذ تاريخ العلماء ويطالع تاريخهم هذا جدا مؤثر وجدا محرر العلماء المستقيمون يشوف واحد أحوالهم مشاكلهم مشاغلهم ابتلاءاتهم جدهم جدهم اليوم كنت أقرأ في أحوال الشيخ جعفر كاشف الغطاء هذا الفقيح المتضلع رقم غريب كان كاتب ما أعلم اشتباه هذا الرقم أو مو اشتباه كان يقول أن الشيخ جعفر كاشف الغطاء درس كتاب الشرائع ثلاثمائة مرة بخلاف بعضنا اللي لم يمر على الشرائع في حياته ولا مرة واحد ولذلك الفقه كان عجين بيديه وكان يقول إذا كل كتب الفقه تلقى في البحر في البحر مني يعني تتلف أنا أتمكن أن أعيد كتاب الفقه كل من أول الطهارة إلى آخر الديات وبعض العلماء كاتبين اللي لم يشهد تاريخ الكون بعد الغيب فقيها متظلعا مثل كاشف الغطاء اللي يدرس الشرائع ثلاثم مرة قولوا فد نقطة اشتباه صاير في الكتاب ثلاثين مرة حق له أن يكون كذلك راجعوا حياة صاحب الجواهر إحنا الآن نشوف الجواهر بعض المؤرخين يقولون إذا تكتب حوادث التاريخ تلك الفترة اللي عاش فيها صاحب الجواهر يقول يجب أن يكتب أن أعجب حدث حدث في تلك الحقبة كتابة الجواهر هذا أعجب حدث وحقيقة تنشك لأنه إلى حياة صاحب الجواهر واحد ما تمكن أن يكتب مثل الجواهر ولذلك بعض المؤلفين يقولون الجواهر معجزة بالمعنى اللغوي مو بالمعنى اللي يطرح في علم الكلام اقرح يا صاحب الجواهر كان رجل خارق للعادة رجل فقير وبعض العلماء كاتبين في أول كتابته للجواهر لم يكن مشتهدان ولذلك في أول كتابته للجواهر يكتفي بنقل الأقوال ما كانت عند ملكة الاستنباط هكذا ذكر صاحب الجواهر رجل فقير فجع بحياة بموت ولده الشاب في حياته اللي كان يتكفل شؤونه وأحد العلماء هذه النقاط تدل على عظمة صاحب الجواهر أحد العلماء يقول ذهبته وصليت خلفه صلاة المغرب والعشاء أول الدخول إلى النجف الأشرف فشفت أنه يصلي سريع جدا صاحب صاحب الجواهر سريع أنا أظن أن الجواب هذا موجود في مكان آخر في حياته صاحب الجواهر أنه كان يعاني من شيئين ابتلاءين نحن نحن نصور إذا ابتلينا بمشكلة انتهينا ونقرأ الفاتح على أنفسنا من يتمكن ويهاي المشاكل المشكلة الأولى أنه كان فيه بحة في صوته صوته كان مبحوح ولذلك صوته ما كان يصل إلا إلى القريبين منه ولم يمنع ذلك أن يكون أستاذا للمئات من العلماء الشيء الثاني أنه كان فيه حالة السلس قارين بالعروة بحث المسلوس والمبطون أنا أظن هذه الكلمة جواب ذاك السؤال لأنه الإنسان المبتلى بهذه الحالة يجب عليه أن يسرع في صلاته ويترك ما يجب تركه حتى يتحفظ على طهارته ولم يمنعه ذلك هذا مو نقص في صاحب الجواهر هذا يدل على عظمة صاحب الجواهر ونقلنا لكم قديما أن المحقق القمي رحمة الله عليه لقبر في شيخان روحوا زوروا اقرو الفاتحة اطلبوا من الله حوائجكم به وآي له مقام هذا كان في ذكائه دون المستوى العادي ولذلك ما كان يتمكن أن يبحث بحثا بالبحث كان ينقطع البحث يحتاج إلى الذكاء إذا واحد كان يباحث في بعض الأحيان كان يقول اكتب لي أنا أروح أفكر وحتى أكتب لك الجواهر واحد عندما يطالع تاريخ العلماء ويلاحظ جده ويلاحظ استقامته ويلاحظ عبادته راجعوا أحوال الشفتي أشياء غريبة تنقل في عبادته وهو عالم مثلنا بشر مثلنا هذه الأشياء تعطي لنا روحية الصعود والعروج يجب علينا أن نتخذ من النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وأئمة أهل البيت الطاهرين صلوات الله عليهم وتلاميذهم العلماء الصحابة الأوفياء الأخيار يجب علينا أن نتخذهم قدوة في حياتنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لذلك وصلى الله على محمد وآله الطاهرين شعر شعرت شموس الهدي بالكلمات أهل الهدي ونفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقات بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات اشتركوا في القناة